ازاست البيرة المشبرة اللي في الصورة بتاعت ميني عفريت اسأل والدتك ما كانت مرات رئيس الجمهورية وانا مش هرد عليك احتراماً لها مش نائز غيرك انت يا علاء مبارك اللي تزعل وتسأل عن صورة البيرة شن الكاتب والروائي دكتور يوسف زدان الهجوم على علاء مبارك ابن الرئيس الجمهورية السابق حسني مبارك وده بعد معلق على صورة للدكتور يوسف زدان في مؤتمر مؤسسة تكوين الفكر العربي واللي كان في المتحف الكبير من كام يوم ويعتبر الدكتور يوسف زدان احد اعضاء مجلس امناءها وظهرت وراه في الصورة ازازة بيرة علاء علاء مبارك على الصورة دي وقال نسيبنا من ده كله بقى ونسأل السؤال المهم والاهم ازازة البيرة المشبرة اللي في الصورة دي بتاعت ميني عفريت طريقة علاء مبارك استفزت الدكتور يوسف زدان وخلته خارج كمان عن شعوره وظهر كمان في بس مباشر على صفحته على الفيسبوك ورد فيه على كلام علاء مبارك وقال وقتها بعتولي قالوا حتى علاء مبارك زعلان بيقول قلولنا يا عفريت ازازة البيرة دي بتاعت مين نقولك يا سيدي مش بتاعت حد واضف لك انا اسأل السيدة والدتك ما هي كانت حرام رئيس الجمهورية وحكى كمان دكتور يوسف زدان موقف جمعه بالسيدة سوزان مبارك والدة علاء وانه كمان عامل خاطر لولدته ومش هيرد عليه واكتفى بالموقف ده وقال كمان انا فاكر في معرض فرانك فورت كانوا اختاروا الثقافة العربية ضيف شرف معرض فرانك فورت للكتاب وخصصوا الف متر للثقافة العربية وكلموا جامعة الدول العربية وكان المسؤول ايامها الاستاذ عامر موسى وكلمني وقتها واختروني انا للمهنة دي اشتغلت على مساحة الف متر عرض للثقافة العربية ما ظنش انه كان ليه مثيل وقبل الفتاح المعرض بيوم جت السيدة سوزان مبارك ومعاها عامر موسى وفاروق حسني ومعاهم كمان ابراهيم المعلم وكنت قاعد اشتغل مع الشباب بايدي ولابس بانطلون جينس ومتبهدل فابراهيم المعلم قال لي والله معرفتك وسوزان مبارك قالت لي قدامهم وعلى مشهد من الناس والله انت رافع رأسنا في العالم كله وقلحت سوزان مبارك والدة علاء اني ابقى رئيس دار الكتب بدرجة نائب وزير بتمهد عشان اتولى وزارة الثقافة وانا قلت لهم ببساطة ما اقدرش اعيش في القاهرة انا ورق وقلم سيبوني اكتب اكمل كمان دكتور يوسف الهجوم على علاء مبارك عشان يفكروا بالانجازات اللي عملها فعهد حكمه والده حسني مبارك وقال له كمان انا كتبت الكلمة اللي قالها والدك في افتتاح مكتبة الاسكندرية انت بقى عملت ايه في حياتك وكتب كمان دكتور يوسف على صفحته على الفيسبوك بوست وقال فيه الاستاذ علاء مبارك مش هرد على صفهاتك التفهى احتراما لللي بزلته والدتك السيدة سوزان مبارك من جهد واهتمام عشان تعيد مكتبة الاسكندرية الى الوجود وبالمناسبة انا الذي كتبت الكلمة التي ألقاها والدك في الافتتاح العالمي للمكتبة انت بقى عملت ايده لعمرك ليرد عليه علاء مبارك احب اقول يوسف سيدان ان اسرة الراح المبارك رغم انها بتعيش بمليارات الشعب المصري الى اننا مش بنشرب بيرة الحمد لله